السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلت سنوي 2022 هنبدأ دلوقتي في بيج 47 لسه معاك في يونت 1 ودلوقتي هندخل على زمن بقى المضارع التام والمضارع التام المستمر اللي هي exercises based on grammar نمبر 1 جمال has worked as a teacher 1994 خلي بلك ان تاريخ بداية الحدث او نقطة البداية يبقى على طول هناخد since هناخد since اللي معناها منذ نمبر 2 nobody has come to see us since we in our new house خلي بلكوا يا سنة تالتة احنا قلنا ان since لما تيجي كرابط زمني بين جملتين يسبقها مضارع التام سوى بسيط او مستمر انما هيتبعها ماضي بسيط ماضي بسيط اللي هو ايه حاجة من اتنين ياما فعل تصريف تاني زي lived او كلمة دلة على الماضي زي last week last year وهكذا نمبر 3 she hasn't been to cairo نقط many years many years دي كده مدة كاملة او محددة وايه بقى اللي بياخد مدة كاملة او محددة 4 فور ليه معناها لمدة 4 لمدة نمبر 4 I have been playing tennis the age of 10 هنا خلي بلك كلمة the age of 10 دي مفتاح الإجابة دي يبقى منذ سن العاشرة يبقى انا جاب لك تاريخ البداية او نقطة البداية ونقطة البداية قلنا بتاخد since اللي معناها ايه سنس منذ ايجبت and independent country دولة مستقلة since 1952 سنس برضه هتكون مفتاح الإجابة ليه وجود سنس هنا هقولك خد زمن مضارع تام اللي هو have او has وباست بارتسبل تصريف تالت للفعل نمبر 6 كمال is calling his brother again بيتصل بأخوه تاني that is the third time تالت مرة يبقى على طول he has called اللي هي letter b خلي بلك ان apostrophe s هنا اختصار has انما هنا اختصار is عشان جاي بعدها ايه ing طب ليه خدنا بقى مضارع تام لان هنا في عدد مرات في هنا ايه سنة تالتة عدد مرات او احنا قلنا الجملة في عدد او كمية يبقى مضارع تام بسيط ادخل على نمبر 7 هدى sick a lot in the past few years hasn't she ده سؤال مزيل hasn't she ودائما بيكون عكس حالة الجملة يبقى اكيد هنا الجملة كان فيها has been عشان السؤال المزيل بيجي عكس حالة ايه الجملة it has it stopped raining نقط قال له i don't think we can go to the stadium طبعا احنا عندنا اللي بيجي في اخر الجملة المنفية واخر السؤال هو yet yet اللي معناها ليس بعد او ليس حتى الان طب ما خدناش justly just as bad or recently طبعا مش هتيجي هنا في الجملة دي لان ده هنا اخر الجملة زي ما قلنا المنفية او اخر السؤال question number nine i haven't gone swimming last summer last summer هتاخد since واحفظوا كده معايا سنة تالتة الجزء ده since since يتبعها last last ومعاها اي فقرة زمنيه انما خلي بالك for يتبعها the last for بي يتبعها ايه the last ومعاها طبعا اي حاجة بعد كده since last for the last ودي مهمة جدا جدا ten i three cups of coffee this morning قلنا طالما في عدد او كمية يبقى على طول هنا هناخد مضارع تام اللي هو have have had have had number eleven i am looking for my key i have نقط lost it i have just lost it يعني لسه مضيعه حالا just حالا او توا ولاحظ حاجة just بتيجي بين have او has وبين تصريف تالت للفعل number twelve your parcel not the postman brought it this morning يبقى الطرد بتاعك عايز يقول له وصل وطالما هنا مش حدد له زمن معين في الجملة الاولى يبقى هناخد مضارع تام لو هاز الرايف نانسي an adventure athlete four years اهي four d الكلمة الصغيرة المستخبية في الجملة دي هي مفتاح الاجابة هتقول لك خد مضارع تام لو have او هاز وتصريف كام تالت للفعل page 48 question 14 i don't know whether to go to italy or greece we not yet زي ما اتفقنا yet دي بتيجي في اخر الجملة المنفية او السؤال يبقى هناخد haven't decided haven't decided yet ليه طبعا yet هنا زي ما اتفقنا لان ده مضارع تام من في number 15 samira has lived here she was a child جملة ماضي بسيط يبقى since زي ما قلنا since كرابط زمني بعده ماضي بسيط وقابله مضارع تام we out four times this week في عدد مرات يبقى على طول مضارع تام have been have been have you eaten anything this morning this morning يبقى since منذ هذا الصباح since بيتبعها تاريخ بداية الحدث او نقطة البداية number 18 i awake since the alarm went off برضو since هي مفتاح الاجابة ليه جايب عددها ماضي بسيط يبقى بلها مضارع تام ابلها مضارع تام have been number 19 there is no on the ground since new year's day برضو since مفتاح الاجابة يبقى نقول has has been 20 i am really hungry انا بالفعل جوعان i am not anything since i got up برضو since مفتاح الاجابة يبقى طالما بعدها ماضي بسيط قبلها مضارع تام ليه haven't eaten haven't eaten 21 i wish i hadn't gone shopping with you اتمنى لو ما كنتش ذهبت للتسوق معك i too much money لقد اصرفت او انفقت مالا كثيرا يبقى لقد هنا اللي هي have spent have spent so far this week so far من الكلمات الدلة على مضارع تام يبقى على طول برضو هنقول i to test وكمان العدد يعني عندك كنا مفتاحين اجابة so far تمام اللي هي this week على بعضها وكمان في عدد يبقى هنقول هنا i have had اللي هو مضارع تام 23 i راضي since i was in high school يبقى هنا since برضو هتكون مفتاح الإجابة يبقى i have known i have known question 24 is samir in a trouble again هل هو في مشاكل مرة أخرى what this time هنا سؤال طبعا وبردو زمنه مضارع تام يبقى what has he done what has he done 25 i fady this morning have you طبعا i fady this morning يبقى i haven't راح تفين haven't seen i haven't seen لان طبعا ده مضارع تام عشان this morning 26 this young producer producer معناها منتج هذا المنتج الشاب ومتمشي كمان بمعنى مخرج أحيانا for film is so far he will produce more يبقى so far برضو من الكلمات تدلى على مضارع تام يبقى هنقول هنا فين has اهي has وتصريف تالت عشان he مفرد producer مفرد هياخد has ومعها ميد تصريف تالت للفعل 49 27 i haven't heard from tamer he to me lately وليتلي برضو من الكي وارد تدلى على زمن المضارع التام يبقى he hasn't written he hasn't written to me lately وخلي بلك ان لتلي هنا جاء في النفي لتلي هنا جاء فين في النفي زي كده yet 28 ali is out of breath out of breath يعني هو بينهج او قاطع النفس he not for a long time he has run had run has been running وخلي بالك هنا طالما في حاجة اسمها اثر يعني هو لسه بينهج يبقى هنا دوت مضارع تام مستمر اللي هو has been running فعل طبعا بدأ في الماضي وانتهى واثره ما زال موجودا number 29 اماد بوث كاردس all day طالما all day خلي بالك بقى احنا الوقت دخلنا على اسئلة في مضارع تام مستمر all day يبقى على طول هتقول has been منذ سنة وانتهى مضارع تام مستمر وانتهى I have heard since the morning and still is طالما ما زال يفعل الشيء يعني يبقى برضو مضارع تام مستمر اللي هو have been working 31 since primary four منذ سنة ربعة and until now وحتى الآن يبقى برضو مضارع تام مستمر اللي هو have been studying English ما زال يدرس الإنجليزية 33 سمير هوكي since he was 8 years old and now خلي بالك برضو and now يبقى has been playing عشان ده مضارع تام مستمر بدأ في الماضي وما زال مستمرا حتى الآن ادخل على 33 sorry I am late for so long انا متأخر او انا هنا late for so long will you wait had you waited have you been waiting وطبعا have you been waiting عشان ده مضارع تام مستمر عشان كلمت هنا so long يعني هل انت منتظر لوقت طويل ام لا number 34 you look so hot how long برضو هنا في فعل اثر ما زال موجودا يبقى برضو هناخد مضارع تام مستمر يعني have you been running have you been running بقى لك قدي بتجري وطبعا هنا question وخلي برضو how long برضو من الافعال او الكلمات الاستفهامية اللي بتيجي مع مضارع تام مستمر وماضي تام مستمر لما هتاخدوه في الوحدة التانية number 35 ندى ندى هير فنجر and isn't a lot of pain هنا في فعل حصل وما زال له اثر يبقى برضو هنا has broken بس هنا بقى مضارع تام بسيط لشان دا بيحصل لحظي number 36 how many emails since the beginning of the week how many emails بيسأل عن عدد الاميل وطالما هنا برضو فيها عدد يبقى هنقول have you written اللي هو مضارع تام have you written page 50 number 37 try not to be absent from class again for the rest of the term you not too many classes يبقى هنا في برضو too many classes already missed had already missed have already missed ودي هتبقى الإجابة لزمن المضارع التام have already missed number 38 رمزي won't go home until كمال خلي بالك بقى won't go ده مستقبل منفي وفيه هنا رابط till or until كله هما بيساووا بعض يبقى يجي بعدهم مضارع تام خلي بالك دي حاج اسمها القعدة العامة يجي بعدهم مضارع تام يا مضارع بسيط وطبعا ما عندك شي مضارع بسيط في الاختيارات اللي قدامك 39 it's the most beautiful garden طبعما في صيغة it's the most دي يبقى اعرف انك هتاخد مضارع تام i have هتاخد ever i have ever seen number 40 it's a year i last went خلي بالك بدأت الجملة بits ومدة زمنية يبقى دي قاعدة since بعدها فاعل ماضي بسيط على طول أو last ماضي بسيط يعني سوى جات last دي أو ما جاتش هتاخد بعدها ماضي بسيط ودي sense اللي هي هتيجي طبعا في المكان دوت بعد it's مدة زمنية فاعل last ماضي بسيط number 41 سهر has ironed your dress has خلي بالك بقى not just not just ever yet اللي هيجي بين الفعل المساعد have أو has وبين التصريف التالت هيكون just just how long that rames will get a new job how long have you knowing ولا have you been knowing خلي بالك هنا الفعل أصلا no اللي هو يعرف دوت من الأفعال بتاعة الإدراك أو التفكير وبالتالي هيجي في مضارع تام بسيط have you knowing fourth three I will contact you سأتواصل معك as soon as لاحظ هنا الجملة دي برضو هنقول very important لأن هنا جاي قبل as soon as مستقبل يبقى هنا دي القعدة العامة اللي هي الروابط الزمنية يسبقها مستقبل أو أمر ويتبعها مضارع تام أو مضارع بسيط يبقى هناخد هنا has come طب ما أخذناش come ليه لأن رمزي مفرد ما ياخدش come ياخد comes تمام هندخل على 44 نور to the bank branch branch اللي هو فرع البنك intanta she came back last night came back يعني زهبت وعادت خلي بالك بقى has been وهي زهبت وعادة من لو كان زهبت ولم يعد has gone قش على 45 آية isn't at school آية مش في المدرسة بقى يبقى شي نقط home يبقى شي إيه بقى has gone has gone 46 اللي هو بيقولك have you a race car have you طبعا ده في السؤال بيقبلك دايما ever have you ever driving a race car have you ever driving a race car 47 this is dunya's first time on tv she has never been on tv طب ما أخلي بالك في never يبقى فيه before she has never been on tv before يعني من قبل 48 I haven't paid the flat installment هنا طالما فيه نفي عموما يبقى yet yet اللي بتأتي آخر الجملة المنفية أو آخر السؤال number 49 I lost so راضي in 1996 I haven't seen him نقط zen طبعا عندك من المصلاحات اللي بتاخد zen ديت اللي هي since zen منذ ذلك الحين since zen number 50 buy the time we the report we will do the experiment خلي بالك هنا will مستقبل يبقى buy the time هنا هيتبعه يا اما مضارع تام يا اما مضارع بسيط لان دي هنا القعدة العامة يعني بايزة طايم بقى مش يجي بعدها ماضي بسيط ماضي تام في زمن الماضي التام لان زي ما اتفقنا طالما الرابط جهي النحية التانية يا اما مستقبل او امر هيتبعه مضارع من اتنين يا مضارع بسيط يا مضارع تام اللي عندنا في الوحدة دي هاو يو اتن اه طبعا ليه بقى هاو يو اتن لانت عندك كلمة سو فار اللي هي دي من الكلمات الدلة على مضارع تام هاو لونج يور افس هاو لونج خلي بقى دي من الكلمات الدلة على مضارع تام مستمر وعشان ده سؤال يبقى هنجيب الفعل المساعد قبل الفعل يبقى هاو يو بين دي ريتينج اللي هي لدر ب number 53 sorry could you say that again i not to you يبقى انا مكنتش سمعك او مستمع اليك او منصت اليك يبقى i haven't been listening to you i haven't been listening number 54 i the cooking and dinner is ready to eat يبقى هنا i have finished i have finished اللي هو مضارع تام طب هنا دي ما اخذناش have been finishing لانه فعلي ينهي دم الأفعال اللحظية يعني بيحصل على طول مش يفضل بقى قاعد يخلص فترة طويلة 55 i spanish since i was at school since i was at school يبقى هنا بقولك i haven't studied لانه احنا قلنا since هي اتبعها موضي بسيط وقبلها مضارع تام طبعا سوى اثبت او من في زي الجملة دي my glasses broken i can't see well يبقى النظارة بتاعتي هنا مكثورة i can't see well واخدت من الجملة دي هنا هتبقى have been اولا الجملة دي هنقول عليها very important لابا عندك فيه سبب في المضارع التام ونتيجة ليه في المضارع البسيط اللي هو مش عارف يشوف دلوقتي بسبب ان النظارة have been broken 57 i haven't written a my childhood منذ طفولتي يبقى since والطفولة من ديم المصطلحات اللي بتيجي مع since since اللي معناها منذ بعد كده it's the first time مصطلح it's the first time دو اعرف على طول ان هو هياخد مضارع تام هنا بقولك frogs legs ليه ارجو للضفاضع يبقى it's the first time i have never i have ever هتبقى طبعا دي اول مرة i have ever eaten i have ever eaten 59 رانيا as a doctor for the last 10 years ولحظ حاجة ان 4 جاي بعدها the last خلي بالك انما لو since هتاخد last على طول يبقى رانيا هنا يبقى has been working ودي الاجابة اللي هي مضارع تام مستمر عشان for the last 10 years يبقى ده مضارع تام مستمر now the house is clean دي هنا نتيجة i know at all the house work يبقى i have done ده السبب اللي هو ادى الى النتيجة اللي هي ان المنزل is clean و جملة زي دي برضو هنقول عليها very important يعني جملة امتحانات معاكم في صفحة 52 كتاب الاعمال التحريرية وكتاب الطالب كتاب المدرسة number one i as a trainee on a local newspaper and then i started three years apprenticeship التريني معناه متدرب في local newspaper جريدة محلية يبقى معنى كده ان هو بدأ بدأ في الماضي يبقى started started number two when i first wrote a news stories when i first wrote عندما كتبته الاول مرة يبقى i not my own feelings and opinions i include had included included have included نفس الحكاية هنا هتبقى ماضي بسيط اللي هي هتبقى included عشان هنا when i first wrote اللي هو ماضي بسيط number three when i was first interviewing people when i was first interviewing people i too many questions يبقى هنا لما كنت بستضيف الناس واعمل معهم مقابلات سواء بقى صحفية او وظيفية يبقى هو ايه او اي ايه too many questions i had asked was asked asked have asked هترجع برضو هنا المفتاح الاجابة اللي هو when when جاء بعدها ماضي بسيط يبقى بعدها ماضي بسيط هي when يجي بعدها اتنين ماضي بسيط وثلاثة كمان يعني ممكن يجي بعدها جملتين او ثلاثة ماضي بسيط او ازمنة مختلفة في الماضي number four i four many newspapers since that time since that time يبقى هنا عايز مضارع تام قبلها يبقى i have written i have written يبقى هنا عشان since number five i with a lot of journalists i still work with them يبقى انا عملت مع كثير من الكتاب دول او الصحفيين وما زلت اعمل معهم طالما ما زل بيعمل معهم يبقى i have worked i have worked number six five او six sorry have you interviewed anyone famous have you ever دائما في السؤال هتلاقي عندك كلمة ever have you ever والجمل دي very important have you ever في السؤال number seven i haven't interviewed you the famous scientist haven't نفي يبقى احنا ايزين yet ليه تأتي آخر الجملة المنفية وآخر السؤال number eight i have not visited شرم الشيخ years years دي مدة محددة يبقى هناخد four years four years nine a year ago i with my family تو شرم طيب طيب اييرا go يبقى ماضي بسيط يبقى i went i went ذهب تو طيب number ten while i on the peach من غير ما نكمل while ده يتبعها ماضي مستمر ماضي مستمر اللي هو was where verb i in g eleven i haven't seen my friend since we since احنا قلنا ييجي دايما بعدها كرابط زمني ماضي بسيط سوى تصرف تاني او كلمة دالة على الماضي البسيط زي العاصط number twelve what did you use to do you were a child ماذا عتدت ان تفعل عندما كنت صغيرا عندما يبقى when عندما يعني when number thirteen sheref has lived in london his childhood طبعا child يبقى دي تاريخ البداية يبقى دي since his childhood a mad has practiced writing he was six years old في برضو ماضي بسيط وقبل مضارع تام يبقى في رابط اسمه since هنا بقى كرابط زمني زي ما اتفقنا fifteen i haven't been to as one years years لسه حلين اختها هنقول four years لانها مدة كاملة محددة sixteen two weeks my my grandfather was three ill خلي بالك two weeks عشان تقول مدة زمنية من دول يبقى لازم تقول ago يسبق ها المدة الزمنية وطبعا دي دل على ماضي بسيط تصريف تاني للفعل seventeen i was waiting for the bus my mother found me في جملة هنا ماضي مستمر وهنا ماضي بسيط يبقى على طول قعدة while طبعا دي من ضمن قوائد while اللي احنا قلنا عليها eighteen have you been to a football match طبعا قلنا فيه سؤال have you ever have you ever تمام have you ever ده بالنسبة للسؤال nineteen what at midday last Saturday خلي بالك بقى حدد الوقت في الماضي يبقى انتا هتاخد ماضي مستمر والجملة دي مهمة جدا 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 يا سنة تالت لازم نعمل عليها very important طبعا تحديد الوقت في الماضي يجعل الزمن ماضي مستمر مش ماضي بسيط بقى يبقى where are you doing 20 أو 20 when you lost see your grand parents you lost see طبعا هنا برضو بتقولك ان الجملة زمنها ماضي بسيط لانك لان ده سبب وله نتيجة she the city أو the city المدينة before the school trip هنا بقى يا ايه before the school trip قبل اللي هي رحلة المدرسة has already visited had already visited ده طبعا فرق بالتنين has اللي هو مضارع تام وهاد اللي هو الماضي التام visits طبعا مضارع بسيط و visiting اللي اتنين دول احزفهم من الاختيارات طبعا احنا عارفين ان for before من الكلمات الدلة او من الروابط اللي بتيجي معه زمن الماضي التام ايه بقى هاد already visited number 23 my او I my classmates for many years now طبعا فيه four مدة زمنية now يبقى اصبح الزمن ماضي تام او ماضي تام مستمر طبعا هنا بقى هناخد انهي زمن فيهم خليباك طبعا مفروض مع four و now ماضي تام مستمر اللي هو في ing بس الفعل انه دوت بيج دايما مع الازمنة البسيطة اللي هي بتيجي مضارع تام او مضارع بسيط يعني ما يجيش في الازمنة المستمرة وده لانه من افعال الادراك والتفكير بكده خلصنا جزء جمل كتاب الوزارة وخلصنا unit one معاكو يا اولا تالت سنوي وما تنسوش بقى دعموكو لقناتكو بالاشتراك وطبعا تفعيل الجرس واللايك والشير والكومنت وتحياتنا ودعوتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة